واليوم حابين نسوركم رزب حليم لأنه بالتعليقات جاني بدهم رزب حليم ننبلش بيها يلا معي هنا حطينا يا بنار يعني أنا سويهي و قلتنا الاختيار خطيت ماء مقدار في الكبايات ثلث كبايات من هاي ثلث كبايات ماء مع ثلث كبايات رز يعني بده أسلقه نص سلقة ما حد يقولي تروح طعمته أو شي جربانها وشوفانها و إن شاء الله تعجبتن و تأكدا تأكدا رح يطلع ماء بأطيب منه لأنه مصر يعني خلييني شابي والله مصر على النبي وتكسر شوية من الحبة تستوي كبايات بتاعتها نشوفو دا حجين شايفه بده يصير نص سلقة يعني ما ياخد ماء شوية تحط الماء شوية مشون قلتش يشرب ماء كلها بده يشرب أكيد ما يصير نص سلقة يعني يكفي شرب ماء من الحليب شايفهات وتأكدا أنه ما يزبط مستحيل و يصير ما بأطيب منه هنا لا تقول شوية حطه و أنت تستطيع أن نضيف مسكة تستطيع أن نضيف ما يورد تستطيع أن نضيف هذه الشغلات المطيبات يعني هيا لدي تلقي كبايات سكر يعني هذا حسب اختيارتك لأنك تنور حلال بيت تنية و إن شاء الله خير و هنا بانيلا أنا أضعها بانيلا تطيع طعمة طيبة و راحة طيبة و هنا أدنى في الصدق حالة بيت لا تزين بس شوفوا شايفات أحضر لا تقدم السماء بس ولكن سكرت والذي أصبح يجنب رز حليب لكن المهم يضعون قليلاً اتحركوا كرمان ويدخن الحليب لكي لا يحترق نضع حليب نضع حليب ويستوى ويصير لا أطيع لا تقول انه سوتوا رز بخدتوا رز ولا يلزق ولا شيء بس عتعرفين تلنار تكونها منيحة لها عالية تتهرقوا ولا هي واطية بالمرة ألحى شوية ثانية أحط اللعات شنو السكر بس خليلا ياخد شوية ثلاثة ثلاثة نرى نرى محلاته والله يصير في جنن ان شاء الله تنطني رأي تشلبي وبالتعليقات وتحط اللي لايك وتفعلنا الجرس وكل أحباي ومشتركيني شوف رز حليبنا يعني ازداء قعدة قود اه تعكين الله يتغير شكلنا تعكين زي حبتها والتي تقول لي طعمته مي بزعل منها ستير اه شوفين والله غير شكل غير شكل اه نشاء اللي طلعوا من السلقة بكفين الحبنا نحط عليه السكر 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 هذا اختياري شون بدنا نحط عليها وطوقنه وشون بالتنية يعني تطلبوه حلو عادي هذا اختياري وان شاء الله تجدتني يا رب اقولوا ان ام يوسف طريقتها منيحة او لا ما بدي اكتر مشان موسيقى جدنا موسيقى موسيقى اضع الفن سوف تبطيها الطعمة ريحة غير شكل كيف حوالي عن جد لتشمن الريحة تقول عن جد ملا ريحة مأطيبة تتأكد ان تسوي انه نص سلقة انه ما يكون يلزق او شي اذا لزق بيتشن تغير ان الجدريه لانه حرام يعني يصير بعدين طعمة طيبة يلو نزل حليب نشطر بيو افاد شرب حليب يوم نشطر تشوفوا محلاته والله بس جربوا هالطريقة وقولوا ام يوسف ما قاله عن جدلا يعجبتوا هالطريقة بالحيل بالحيل يعني اول اول ما تخلوا دغري بالحليب بالحليب لا شوية بالمي والباجي بالحليب وما تقول ان بخوا الحليب لا تطلع بس تنشاه يصير قطيب هلحظ شوفنا شن المرحب هاي استنمي على المرحب فاتهين بلشنا تقدران تحطن عليها قرفة تقدران تحطن عليها جوز تقدر تحطن عليها يعني تعرف ان انتنا هالزيت لانتحلقها بس كالعين قراتهم تاكل قبل الاثم قاعدنا نزينها شوي تنحليها ثم العيلة وان شاء الله شغلي يعجبتشن وهالطريقة هاي تعجبتشن ما هذا نعلم ما شاء الله كيد كل ست بيت تعرف هالشي هذا بس يعني حبانة سوينا شغلة هيت يعني سهرية سهرية لهالشباب موسيقى 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 موسيقى